ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مع سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بلادنا كروستوفر هانزل علاقات الثنائية بين البلدين والوضاع والمستجدات على الصاحة الوطنية ومنها ما يتصل باستكمال تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض استكمال تشكيل الحكومة الجديدة وتطرق اللقاء لاستمرار التصعيد العسكري لميليشيات الحوثية الانقلابية ورفضها لكل جهود الحل السياسي والدور المطلوب من المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن في هذا الجانب اضافة الى عدد من الملفات في مقدمتها الاوضاع الاقتصادية والخدمية ونوها رئيس الوزراء بالدور الامريكية الثابت والداعم للشرعية والشعب اليمني مرحبا باعلان الادارة الامريكية اعادة فرض جميع العقوبات الاممية بما في ذلك حظروا التسليح على ايران نظرا لاستمرار دورها التخريبي بدوره جدد السفير الامريكي دعم بلاده لجهود المبعوث الاممي لاحلال السلام في اليمن وحثي الاطراف على الانخراط بايجابية في العمل معه اشتركوا في القناة